موسيقى 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 فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلت الدجاج وتجهيزة وتشيك طازة ومقرمشة وساخنة حاجة صح ومش ضايق البيتزة الامريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال وننصحك تجرب مكان التغدة والتعشة فيه وانت متريح وهرشة عويتك في صنة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغتاك بس متريح هذه حاجة فوق الخيال اكيد عرفت على من نحكي نحكي على هابي تشيكين بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان ميدان الشهداء جم مصرف التجارة والتامية شحان الضريق الرئيسي مقابل شركة البريد هابي تشيكين هابي تستيك للمشاركة في فوزير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصل معنا على صفحتنا حكاوي جدي مش أي حكاوي بسم الله أول مبدانا صلى الله علينا بينا نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا لكن بايش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا وكل واحد فيكم بامانا يسمعنا ويرد علينا وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا نبو لمتكم يلانا في حكايتنا كان بدين حكاوي جدي 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 يا جدي ها اه 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 شرايك في الرسم الحلوة دي اه اخوت هاي شوف اين باترا وريني ترا ما شاء الله ما شاء الله عليك رسمك كويسة لكن كناك خش من فجع فجعتني معاك يا ليت يا سيدي في المدنسة شنقلونا قانوا بدرو مصابقة خاصة بالمواهب اللي مواهب باترا في الغناء في الرسم في أي شيء وانت عارف انه مهبة الرسم واللي يفوز المنسبقة هذي ياخد جائزة كبيرة وسمحها تكي جدياتو وانت بتشاركو كيدا يا جدي بتشارك شو قصدك يعني مصرش مني ولا شني يعني لا يسر منك رباطي لجلى بالعكس اتفرحني على أساسك شنو اتوصل موهبتك كويس لك ناس معني خلي عندك حاجة وحدة انك بتوصل موهبتك مش عالجائزة وخلاص يعني يا جدي يسر مني ولا لا يسر منك رباطي لجلى لان النجاح ديما بديك الكفاح والانسان اللي كابح وشك في طريقة بعزيمة لازم انه يوصل لغايتها ولان المستحيل ما فيش الا في عقول الناس العاجزة لازم يكون عندك الصر واجتهاد ووسع البال طبعا ليش؟ لان طريق النجاح ديما طويلة وتبي صبر صبر واصدقت يا جدي باهي شنو زعمك الرسمة اللي ينشارك فيها يا جدي الرسمة اللي تحس بيها انت من جو لازم تفكر في رسمة اتعبر عن احساسك وعن الحاجة اللي تدور فيه شنو في خاطرك وهنا نبيك توصل احساسك مش توصل حاجة بها غيرك وصدقني يا سلوما شوية اجتهاد وصبر حتوصل للي تبي المشاركة في هالمساوقة هي اول خطوة في الاجتهاد ولازم تفوز يا ولدي لازم اكيد اكيد اي شنو خليني ناخذ هاله وريقة هادي ونعدي لمشي نرسم ارجع قبل ما ترسم شرايك نحكي لك حكاية تعلم منها شي حاجة على الاجتهاد العزيمة حكاية يعني على الاجتهاد ايوه نسمعه قبل نرسمعيت اسمع يا ولدي نعم يا سيدي قال لك يخكا من زمان ان في حطاب طيب وفقير وهالحطاب كان مخلص وعايش على المهنته وفي كل يوم يقطع في الحطاب ويبيع فيه اه في شو الحطاب بنتو لا يقطع في الشجار والحطاب بضمه ما شاء الله عليك وفي يوم من الايام كان في الملك بتاع القرية هذي دير حفلة كبيرة وعازن فيها الناس كلها جاه هذكي الحطاب للحفلة وقال بنحضرها وفي وقت الحفلة هذكي الحطاب شايف اميرة قادة غادي تمام وتم شنو يدزلها في رسائل والاميرة دزلها في رسائل مع من امع الخدر اميرة هذي بنت الملك يا جدي بنت الملك ما شاء الله عليك شاطر ولايدي شاطر تم يدزل رسالة وهي دزلها في رسالة جاء يوم من الايام قال لها انا يا اميرة حاشي نخطبك من الملك واللي سير يسير فنتعاف هو حطاب فقير وهي بنت الملك فخافت عليه قالت لها انا نخاف عليك راهو شنو بغت يقتلك ولا دزلك شي حد وينتقم منك عشان هو فقير عشان هو فقير قالها انا حنمشي وكيف ما تجيجي حد هذيك خطاب المن للملك وقال لها يا ملك انا نبي نطلب يد بنتك الملك شنصال لها غضب وقعاد يفنس لهزب كيف انت من رحنا المن قال لها اسمع تبي بنتي تو نشيب لك ورقتين ورقة مكتوب فيها انه يزوز الاميرة ورقة مكتوب فيها اعدموه اعدموه اه قال لها ولي تختارها هي اللي تطبقوها شنو عليك ماذا هذيك الملك حدد يوم من الايام قدام الناس كلها قال لها هذيك اليوم هو حس فيه شنو الاختيار لم الناس والتموا وجاء الملك وجاء الحطاب وجاءت الاميرة داروا ورقتين ورقة فيها اعدموه ورقة فيها يزوز الاميرة جاءت الاميرة ترجي واش فتن من واش وشاتل في وذنة قالت لها فيها الورقة الاخرى فيها حتي اعدموه ما شاء الله علي شاطر بلايدي ما شاء الله قالت لها حطاب روها الورقة الورقتين فيهن شنو اعدموه فخليك فطني قاعد يفكر شنو ندير شنو ندير عادة اجدار قال هيا انا في المسابقة عده هذيك الحطاب زقاب على الورقة وكلها وضمطها تمام بيه قولي ليش كلها وضمطها اهه فيها اعدمو بيهن ترجم اعدموه طلعت الورقتين فيها اعدمو هو شاطر زمط في الورقة الملك جاء قال له توقيف حنعفو انت شن اللي زمطتها قال له شوف كانك اللي لقيتها اعدمو معناها اللي زمطتها زوزو الأميرة وكان لقيت فيها زوزو معناها اعدمو شاطر شن دار بعدها افتح الورقة وقالوا معناها اللي زمطها شنو ليزوز الأميرة وهكي زوزو الأميرة وعاش في تباته لبيت وخلف صبيان وبنت هكي تمينا حكايتنا شكرا للي تابع فينا غير الأنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خطينا تتصلوا بهذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل راجينا وتبقى هالدنيا ربتنا كاننتو ربينا لنا حكاوي جدي حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا علي صفحتنا حكاوي جدي مش أي حكاوي فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلت الدجاج وتجهيزة وتجهيزة وتشيك طازة ومجرم شو ساخنة أوه حاجة صحة ومش ضايق البيتزة الأمريكية اللي مطيب اللي على حطب وطعمتها خيال وننصحك تجرب مكان التغذى والتعشة فيه وانت متريح وهرج تعويتك في صارة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغطاك بس متريح هذه حاجة بوقل خيال اكيد عرفت على من نحكي نحكي على هابي تشيكين بنغازي بالعون بجوار جامعة العربة الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جم مصرف التجارة والتنمية شحان الضريق الرئيسي مقابل شركة البريد هابي تشيكين هابي تستي